النقطتان النقطتان الرأسيتان اهم كده هو نقطتان رأسيتان فوق بعض نقطتين فوق ايه فوق بعض امتى النقطتين فوق بعض بعد القول يعني ايه بعد القول يا مستر يعني اقول لي مثلا قال 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 رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام فبعد كلمة قال روحات ايه نقطتين او يقول روحات ايه نقطتين او قلت روحات ايه نقطتين دي اسمها جملة ايه بعد جملة ايه بعد جملة القول او بعد الشيء المجمل وتفصيله اقول لي مثلا الظهر يومان اهو دول اجمال اروحات ايه نقطتين يوم لك ويوم عليك يبا ديات النقطتين الرأسيتان او نقطتين الرأسيتان النقطتين فوق بعض امتى بحطهم بعد جملة القول بعد كلمة قالة تمام كده او يقول او قلنا او قلتم او نقول اي حاجة فيها قالة يعني اسمها نسميها جملة الايه جملة القول او بعد الشيء المجمل وتفصيله زي ما قلت مسلا جملة الظهر ايه الظهر يومان يوم لك ويوم ايه ويوم عليك طيب او مسلا جملة تانية اقول لي ايه اه احب مذاكرة المواد الدراسية ويروح حاطة نقطتين ويقول لي المواد الدراسية اللي بيحبها مسلا ايه اللغة العربية الرياضيات العلوم ماشي كده يبقى عندي هنا الجملة هنا ايت الاجمال بتاعها وجاب لي ليه وجاب لي التفصيل بتاع الجملة فبالتالي وحط نقطتين ايه نقطتين رأسيتين فوق بعض او كلمة قالة وقلنا ويقوله ونقول اي حاجة فيها كلمة ايه فهل فعل ايه فهل فعل يقول طيب كده خلصنا علامات الترقيمة مستر لا لسه معانا برضو علامات تانية في الترقيم عندي الشرطة ده هي اللي انت غالبا بتحطها بعد العدد واحد اتنين تلاتة اربعة خمس برضو آآ الشرطة ديت طبعا بعد علامات الايه من علامات الترقيم مهمة جدا اللي لا تغفلها فاصل قصير ثم نعود اليكم بازن الله تعالى كلها بشهادة الاعدادية بس ولكن كل الصفوف الدراسية المطلوب منها علامات الايه الترقيم والاهتمام بعلامات الترقيم داخل طبعا داخل المشروع البحس اللي انت ايه هتختار واقفنا عند الشرطة اللي بنكتبها بعد العدد الترقيم اللي انت بتعمله مسلا اكيد فيه ارقام انت هتستخدمها او وترتيب للارقام هتستخدمه داخل البحس فبالتالي بتحط فيه ليه بعده ليه الشرطة زي ما احنا شفنا قبل ليه قبل الفصل. طيب ديه شرطة واحدة. فيه كمان عندي آآ علامة ترقيم تانية اسمها اللي هي الشرطتين. اللي هي لبايه? الشرطتين دي. امتى بستخدم الشرطتين دوات? دي مع الجملة الاعتراضية. الجملة ليه الاعتراضية? ايه هي الجملة الاعتراضية? الجملة الاعتراضية دي بتبقى بين جملتين لو اتحزفت ما بتأسرش في معنى الجملة. يعني مسلا لو كتبنا مثال هقول ايه? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بلايه? بالنيات. كويس قوي. عند الجملة الاعتراضية هنا اللي هي جملة ايه? صلى الله عليه وسلم دي. لو حزفتها كده من الجملة مسلا يعني. قلت قال رسول الله انما الاعمال بالنيات. هل معنى الجملة تأثر? لا لم يتأثر. عشان دي بنسميها جملة اعتراضية. فبالتالي حطينا ايه? حطينا علامة الشرطتين ده همت ما بين الايه? ما بين الجملتين. طيب لو خدنا مثال تاني مسلا. قال قال الله عز وجل. هاو? عندي كلمة عز او جملة عز وجل. وتكتب اي مسلا اه اه اي من الايات. فبالتالي ايضا جملة عز وجل دي جملة اعتراضية. لو حزفناها لا تؤثر في الايه? لا تؤثر في المعنى. فبالتالي بنحط علامة الايه? علامة الشرطتين ما بين الايه? ما بين الجملتين. مسلا نقول لي نحن ابناء مصر. لنا حضارة. عظيمة. كويس قوي. عندي ابناء مصر ايه? لو دي جملة اعتراضية. لو حزفناها اقول نحن لنا حضارة عظيمة. هل الجملة تأثرت معناها تأثر? لا. يبقى بالتالي دي جملة اعتراضية. لو اتحزفت من الجملة لا تؤسل في المعنى. فعشان نحط لها علامة الترقيم لازم شرطة قبلها وشرطة ايه? وشرطة بعدها. ده هي العلامة اللي هي بتاعة علامة الشرطتين. طيب العلامة المشهورة جدا لليه علامة الاستفهام.